ترتفع وطيرة المواجهات وتعود المعارك إلى بدايتها ومع كل تجدد لحرب دخلت عامها الثالث تقل احتمالية النجاة من شبح المجاعة والكوارث الإنسانية المتفاقمة معادلة باتت تؤكدها التقارير الدولية كل يوم في بلد وصل به تدهور الأمن الغذائي إلى أدنى مستوياته فيما دخلت غالبية المحافظات مرحلة الخطر وأمام واقع سوداوي يعجز الكثيرون عن التعبير عنه أطلق ناشطون في صفحات التواصل الاجتماعي حملة تحت عنوان أناجعان تعبيرا عن ما وصل إليه الحال من تدهور معيشيا انعكس على جميع المستويات الأسرية داخل المجتمع وأدى إلى التفكك الأسري في مراحل كثيرة مفوضية الأمم المتحدة للاجئين رفعت من مستوى تحذيراتها هذه المرة لتصل إلى التأكيد على احتمال موت الكثيرين بسبب الجوع في اليمن هذه التحذيرات تأتي بعد شهر من تحذير منسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين الذي أكد أن 20 مليون شخص يواجهون الموت الجوعا في اليمن وجنوب السودان والصومهل وأمام توقعات من حدوث أزمة أسوأ من تلك التي وقعت في القرن الأفريقي عندما لقي 260 ألف شخص حتفهم بسبب المجاعة تقول الأمم المتحدة إن نحو 19 مليون يمني بحاجة للمساعدات وإن بضعة ملايين منهم سيلقون حتفهم إن لم يتم تدارك الأمر بأسرع وقت الإحصاءات التي أوردتها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات عادت أسبابها إلى عدم إمكانية إدخال المساعدات وارتفاع أسعار المواد الغذائية فضلا عن عوامل أخرى أدت إلى انعدام الأمن الغذائي بالكامل حرب التهمت كل شيء ولم تبق في هذه البلاد مكانا إلا وأوصلت إليه كل الأزمات وفي كل مرحلة من مراحل هذه الحرب الطويلة وحدهم المواطنون من يدفعون ضريبتها كل يوم ترجمة نانسي قنقر